قضية شؤون المحاربين عليها كثير من إشكالات وأنا أتمنى من السيد جمعانات هو يسماني وأنا ناشدت قبل وقلت الريد السيد مدير شؤون المحاربين المحترام هذه مو أول مرة أنا أقرأ ولا أول مرة أسمع ولا أول مرة تؤكد الناس أنه معاملتها في دوائر في دارة شؤون المحاربين تبقى لمدة خمس سنوات وست سنوات وعشر سنوات ليش هو العمر شمع عشر سنوات به وبعدين هذا لما تتأخر قضية المواطن وتقاعد المواطن لمدة عشر سنوات زيان ما قلت هذا من ين يأكل زيان ما قلت هذا من ين يشرب زيان هذا مرح تحولون إلى مجرم زيان هذا مرح تحولون إلى متسول زيان هذا مرح تحولون إلى قطع طرق هذا مرح تحول إلى إرهابي زيان ليش ماكو إحساس بقضايا الناس ليش ماكو تفاعل الآن السيد وزير الدفاع ومكتب السيد القائد العام للقوات المسلحة والله بناء على هذا والرسالة اللي مثل هذا ويصدرون إعلان بالتلفزيون أنه كل واحد معاملته بالتقاعد سواء بالتقاعد العامة أو بدار الشؤون المحاربين متأخر عليها سنة والله لجيب المدراء كلهم أووقفهم على تكرجل مهما أقدم من أسباب لأن المواطن وراء سنة إشي يأكل إشي يسرب مني أن يأكل دخلي واحد من عدكم مو ما يطلع على راتب خلي لا يبوك أنتوا إذا ما تبوكون يقتلكم الجوع إيشوكم على هاي الناس الفقرية هو شو لمجد ببابك ده تطيئة أنت من فنوس الخلفك حقوقها استحقاقاتها طيئة طي حقوقها ليش الهضم للحقوق بهاي الطريقة المذلة يعني أنا ما أنا ما عندي تفسير أنا ما عندي تفسير ليش المسؤول يتصرف بهذا هس يقول لك نحتاج كتاب من المسالة والعدالة ونحتاج كتاب من البرلمان ونحتاج كتاب من الدفاع ونحتاج مدخط خدمة ونحتاج ونحتاج زي العفية دولة إذا هذا الحتي صحيح كل هذا تدققونه شلون طلع مية وستة ألف معاملة مزورة بالتقاعد شلون طلعت إذا كل هاي تبصم ذن تبصموهن بس على ولد الخايبة ذن تبصموهن بس على الفقرة بس مالاتكم من يمشن لكم ولأحزابكم ولجماعتكم ولأصدقائكم يمشن ولما بيكم مسؤولين قدرين كل واحد ياخد سبع وثمان رواتب وكل راتب من خمسة مليون وفوق يشلك على الفقير يشلك على ابن المقرودة راد للقبة خبز ياكلها وبتعبه وبتشده وبذرعه لا حول ولا قوة إلا بالله والله العظيم أنتو تحكشون الأخرس الأخرس تحكشون وإلا ما بالك هذه يعني هذه معب ترى أنا أنجرح من داخلي على بلدي حتى على الناس لما أنا أحتي قضايا بهذا النوع أي حكومة اليوم لول بارحة صايرة لول حكومة بيها عميان مؤسسات الدولة لو بيها عميان لو بيها قطعين طرق يا أخي ما تسوي بشعبهم من هذا الشكل ماشي من حق الدولة تطلب بستبسكات ومن حق الدولة تتأكل لأن هذا ما العام بس مو خمس سنين مو عشر سنين أف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر